اشتركوا في القناة مجلس الوزراء والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بالتعليم المدرسي عرض دكتور طارق شوقي خطط الوزارة فيما يخص التحديث الشامل لنظام التعليم الاساسي في مصر بعناصره المختلفة خاصة التحول الرقمي والشق التربوي في نظام التعليم المصري الجديد إلى جانب ما يتضمنه من نظام الامتحانات الجديدة والتصحيح الالكتروني وتطوير نظام الثانوية العامة في الإطار الشامل للمشروعات الحالية قيد التنفيذ بالوزارة وده خلال العام الدراسي الجديد 2020 و2021 وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع في تطبيق مشروع التحديث الشامل للنظام التعليم الجديد في مصر مع التركيز على البعد التربوي والتأهيل البدني والصحي للطلاب خليني أسأل حضرتك في البداية عن رؤية حضرتك لهذا الاجتماع وأهم ما جاء في هذا الاجتماع خلينا أبدأ بأننا أتوجه بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الافتتاحات الجميلة جدا واللي بتثبت على أن الدولة المصرية دولة بتنهض كل يوم وبتحقق معدلات تنمية أعلى من كل يوم من اليوم اللي قابله فيما يخص الافتتاحات اللي تم افتاحها مؤخراً في الأسبوع الماضي وتحديداً محور المحمودية في اسكندرية يمكن كان أنا كاللية مشاركة في الحفل وشفت أنا الافتتاحات والإنجاز اللي حصل فطبعاً يعني ده يعتبر حلم بالنسبة لإسكندرية والمنطقة كلها وحاجة مشكورة عليها جداً رئيس عبدالفتاح السيسي إن ما كانش حد يتوقع إن المحمودية تبقى كده حاجة تانية برضو أنا حابب إن أنا وجه طبعاً يعني خالص التقطير لوزير التعليم إن طلعنا من مشكلة كبيرة جداً 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 وهي امتحانات السمان العامة في أيام الكورونا صحيح كانت فكرة كبيرة جداً يا ما انتقدناه ويا ما قلنا إن الكلام اللي كان الوزير بيقوله في بعض الحاجات مش مفهومة ولكن اتضح إن الوزير عنده رؤية مستقبلية لما ستحتاجه الدولة المصرية في القادم وبصراحة نجدنا في قصة امتحانات السنوات العامة بفكره اللي كان مجهز له خلال الشهرين اللي فاتوا أما بالنسبة للاجتماع بصدد اللي احنا بصدد نتكلم عنه الاجتماع ده في غاية الأهمية خاصة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي في برنامجه الانتخابي لما تكلم قال لك احنا كل الناس مش راضي عن التعليم كله بيتكلم عن التعليم وبينتقد أحوال التعليم فجلا بينا نصلح هو كان حاطت أمله في كده إن عايز يصلح نظام التعليم يصلح يهتم بيه المدارس الانشاءات يهتم بما يكنزت نفسها بتاع العملات التعليمية ويهتم بيه التطوير المناهج ويهتم بها كتير جدا ساعدوا في كده وزير التعليمي اللي كان عنده رؤية لتطبيقها وبالتالي كانت حاجة مهمة جدا استفاد منها أولياء الأمور واستفاد منها المدارس واستفاد منها العملات التعليمية بصفة عام الاجتماع بيضع النقطة على الحروف في سبيل استمرار عملية التطوير والنهضة للعملات التعليمية احنا بنتكلم عن مناهج طبعا اتطورت ومازال المزيد فالرئيس عفتاح السيسي بيؤكد على ضرورة الاستمرار في تطوير المناهج مش لفئة معينة أو لسنين معينة لا لازم تطوير المناهج لازم ضرورة التعامل مع الأدوات الحديثة للتعليم اللي احنا بنأمله لنا والأولادنا الفترة اللي جاية دي اعتقد زي ما الرئيس عفتاح السيسي قال بنسبة 100% هتكون فترة التعليم الالكتروني تعليم المتطور التعليم الحديث بنتكلم عن عملية تعليمية ممكن تتم اونلايم كاملة وده اللي احنا شفناه شفناه أولاد في التعليم الأساسي والسنوي والجامعات كله عملية امتحنات تمت بطريقة يعني لائقة بمصر عشرين عشرين وبالتالي من الضروري استمرار التطوير ومن الضروري اقدام وزير التعليم على السير في طريقه اللي احنا كنا انتقضناه في المرحلة السابقة والسنين اللي فاتت ولكن اتضح ان هو كان الصح وهو اللي كان بيفكر لسنين قدام عشان خاطر تطوير العملات التعليمية طبعا لازم اشراف الرئيس السيسي على عملية التطوير موجود موجود والاجتماعات بصفة مستمرة بتولد نجاح للتطوير اللي احنا كلنا بنتمنى طب من الناحية التانية او من الجانب الاخر من ناحية الطالب فكرة ان الطالب طبعا ما كانش متقبل في الاول يعني ايه تعليم عن بعض يعني ايه قعد اذاكر عن طريق الانلاين يعني ايه الامتحان عبارة عن بحث فانا مش فاهم يعني ايه البحث طبعا لكل المراحل احنا شفنا مراحل كتيرة جدا مش بس طلاب الجماعات ولكن طلاب المراحل الى اقل من كده فكرة ثقافة المواطن فيما بعد يعني حداك شايفها ازاي دلوقتي يمكن الاسر المصرية بالكامل اباء وابناء كله كان رافض العملية التطوير في العملية التعليم رغم اننا كلنا كنا نقول لابد من تطوير اكل شي كده كنا نقول لابد من تطوير العملية التعليمية الدروس الخصية اكلت الميزانية الخاصة بالاسر المصرية ولكن حينما يعني لما جاءت الفرصة ان احنا نطور كان فيه تخوف يعني ربما يكون تخوف مشروع ولكن بعد ما مشينا خطوات في الموضوع في التطوير فجئنا لقينا نفسنا ان الموضوع بسيط وسهل ومحتاج تعاون بين الاسر المصرية اللي هي طبعا التلامزة والطلبة والدولة المصرية الدولة المصرية كانت مستعدة جدا للتطوير لان الدولة المصرية كان لها خطة وبتتنفذ الاسر المصرية كان عندها نوع من انواع الاضطراب والقلق في كيفية فهم التطوير اللي بيحصل ولكن الحمد لله ممكن انا سألت كذا حد وكنت انا في القصة دي فالناس كانت مقبلة على الابحاث في بعض الناس كانت متخوفة لا كله دلوقتي بقى التاب ومهتم بالموضوع ومرت بسلام واللي جاي هيكون اسهل كان في بعض الحاجات كده وقفت وبعض التنسيقات يعني بين وزارة الصلاة ووزارة التعليم ووزارة الداخلية ولكن ده كله الحاجات اللي حصلت المشاكل اللي حصلت قليلة سيتم تفديها في المرحلة القادمة فكرة التعود كمان فكرة ان احنا شعب بياخد شوية على يعني اي حاجة جديدة بنتخض منها مش عارفين هنتعامل معها ازاي ولكن فيما بعد خلاص انا تعودت على حاجة تعودت او فهمت خلاص ازاي اقدر اتعامل معاها اعتقد ده هدينا سهولة ويسر في فكرة التعلم عن بعض او التعليم عن بعض يمكن اللي حضرتك بتقول لي ده كان اهاء يعني يعني داخل في عقل الطلبة اكتر من الاسرة المصرية الطلبة فهمت الموضوع وعمل ابحاثه وراحه وفقه لقوا النتيجة طلعت وما حصلش مشاكل الاسرة المصرية اللي كانت عندها يعني قلق شوية وتوتر من الموضوع ولكن لما حصل ونتيجة كانت مبهرة فحصل راحة للأسرة المصرية طبعا احنا كلنا دلوقتي هنقابل بقى البعبع اللي احنا بقى سنين طويلة خايفين منه مش عارفين نواجهه وهو بعبع الدروس الخصوصية هو ده اللي الدولة المصرية هتبدأ تواجهه بطريقة اكثر حسما هتدخل فيها بقى طبعا وزارة التنمال المحلية هيدخل فيها طبعا القانون الوزارة الداخلية هيدخل فيها القضاء يعني عملية شاملة لمواجهة الدروس الخصوصية نبقى احنا كده نقن الدولة المصرية من مرحلة سنين طويلة اللي اعتماد على الدروس الخصوصية والاعتماد على التلقين والاعتماد على الحفظ لعملية إبداعية وعملية نوع من أنواع يعني تنمية تنمية مهارات كمال للطالب قدراته يطلع قدراته بزرط ما بقتش فعلا عملية تلقين فقط طيب خلينا نتقل مع حضرتك لا منشط آخر من جريدة أخبار اليوم رئيس الوزراء بيتابع الخطة المتكملة لإنشاء محطة كطارات سكك حديد صعيد مصر تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخطة المتكملة لإنشاء محطة كطارات جديدة سكك حديد صعيد مصر وأسباب اختيار منطقة بشتيل تحديدا وده لإنشاء محطة الكطارات بها والمزايا وكذلك الفوائد التي ستعود على المواطنين جراء ذلك يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للعمل على تخفيف الزحام المروري الذي يشهده ميدان رمسيس بالقاهرة اتجهت الحكومة نحو التخطيط لإنشاء محطة جديدة لكطارات السكك الحديدية الخاصة بالوجه القبلي في منطقة بشتيل ومحطة أخرى في المستقبل لكطارات الوجه البحري في منطقة قليوب شبرى الخيمة خليني أسأل حضرتك يا سيس بلالة عن خطة الدولة دايما والاهتمام بالكطارات والسكك الحديد بص حضرتك كل بعض قرارات الرئيس السيسي بنسبة 85% لو كنا احنا يعني مش هقول حلمنا بيها لا لو كانت اتعرضت علينا قبل كده كنا هنتخض بمعنى إن لو حد قبل عشرين عشرة الفين وعشرة حد كان قال لنا إن احنا هيجي اليوم اللي مش هيكون فيه محطة رمسيس موجودة كنا نقول زي محطة تاريخية اللي طول عمرنا بنشوفها اللي 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 ولكن الرئيس عفتاح السيسي دايما يخترق المشكلة عايز يحل المشكلة طيب احنا كلنا بنشتك من الزحام منطقة وسط البلد ورمسيس ومفترق طرق للبحري والصعيد وطبعا الناس اللي جاية من السكندرية والناس اللي جاية من طنطة والناس اللي جاية من السكندرية كل ده طيب ما العمل هو رئيس السيسي دايما في جميع القرارات وجميع المشروعات ما العمل احنا كنا في موضوعاتنا الصحفية سابقا كنا بنقول كيف سيتم حل أزمة الزحام في وسط البلد وبنسكت ونجيب خبراء يتكلموا لابد ويجب طيب مين ينفذ مفيش كانش فحد ينفذ كنا بنقول لنفسنا نوصل لجملة أكل شيء حفظناها لا توجد إرادة سياسية طول التسعين التمانينات والسبانينات والتسعينينات والألفينيات لا توجد إرادة سياسية طيب دلوقتي ده يتضح أن الإرادة السياسية هي التي تقدم على المشروعات بكل قوة تقدم على أي عملية صعبة ولكن الصعوبة من القيادة السياسية لا ده الصعوبة من تنفيذ ذات نفسه طيب إذا كانت القيادة السياسية مهتمة وعايزة تسرع من العملية الإنجاز فإحنا بنفاجأ ده فيما تعلق بمحطة رامسيس كل الناس كانت بتتكلم على الزحام في منطقة وسط البلد طيب ما العمل؟ قال لك لابد بعد طبعا دراسات وخبراء وطبعا دراسات موجودة في الأدراج من سنين طويلة لابد من نقل محطة رامسيس طيب ليه؟ لأن هي سبب الزحام ناس كتير يعني أكتر من أربعة مليون أربعة مليون على القاهرة يوميا الصبح أربعة مليون طيب ما فيش مدينة بتحصل فيها كده في العالم كله لازم تعاني إذا كان بيجي لك أربعة مليون من المحافظات التانية يوميا فده بيعمل عملية زحام رهيب زحام في الأطرات وزحام في الميكروبسات وزحام حتى الملاجي فأنت بتعتبر القاهرة زي ما بيقولوا كردون كده كله زحمة وبالتالي بتضيع يعني بتخليك تستهلك أكتر بنزين بتخليك الوقت زي نفسه المشوار اللي كانت بتاخده في 20 دقيقة بتاخده في ساعة اللي بتاخده في ساعة بتاخده في ساعتين وبالتالي استطاع رئيسة الفتاح السيسي اختراق الموضوع بالتعاون مع رجل المهام الصعبة الفريق المحترم كامل وزير صاحب قرار وماشي على نفس الترك اللي الرئيس الجمهورية ماشي عليه وبالتالي إذن الرؤية السياسية موجود فيها رؤية تنفيذية وبالتالي كل المشروعات اللي كانت صعبة بتتنفذ فريق كامل وزير يمكن الدراسات اللي عملتها الوزارة عنده وجود باشتيل ففي باشتيل نفس المصاريف اللي هتتصرف للمواطن هتكون هي نفس اللي هيصرفها في رامسيس هي اللي هيصرفها في باشتيل باشتيل هتتحول لمنطقة أكثر رواجا من عنزي قبل أما رامسيس محدش يتكلم أن في حاجة تحصل في رامسيس أو أن في أضرار لا ده احنا بنقول لها هنخفف على أساس هنخفف الزحام شوي محدش يرفض احنا هكون لنا بنقول الزحام الزحام لما أجي أقول لك أنا هنخفف لك الزحام يبقى ساعدني أنت كمواطن ساعد الدولة خاصة إذا كانت الدولة بتعمل الصح اللي احنا كنا بنطلبه زمان احنا مثلا كنا نقول لها لا بد أن يصل الدعم المستحقي دعم المواد البترولي طيب إذا كان دعم المواد البترولي بيروح للصارات الملاكي الناس اللي معها فلوس والناس المحدودة تداخل ما تاخدش دعم من الدولة لأن الدولة بتدعم البنزين للمواطنين اللي معه معربيات وبالتالي المواطن الغالبان ما خدش دعم إذن القصة دي الدولة لما تقدم على قصة تقليل حجم الدعم المقدم للمواد البترولية فده في حد ذاته إنجاز كبير لمحدود الداخل ليه عشان هتوفر فلوس لتدفعها للناس اللي معهم قربيات هتوفرها للناس محدود الداخل وبالتالي تعمل لهم تصلح للسكة الحديد تصلح التعليم تقدم فلوس أكتر لتكافل وكرامة تقدم فلوس أكتر للناس اللي بتتعالج من فيروس سي تقدم فلوس أكتر للناس الغلابة اللي هم محتاجين تأمين صحي شامل ده اللي بيحصل اللي الدولة بتعمله دلوقتي يعني الخطط دي كلها الخطط موجودة ولكن ما كانتش بتتنفذ طب ليه ما بتتنفذش لأن أولا نقولك ما فيش ميزاني ثانيا يقولك كده الرئيس يعني أنا برضو يعني له ملاوة العين مع له رئيس مبارك ولكن يقولك الرئيس السيسي للأمور على زي ما هي ما تقدم ليش من الدعم ما تقدم سيبها كده فكان عنده تخوف شوي الرئيس السيسي دلوقتي قال بوجامد زي ما قال هو أنا لا أخاف من شعبيتي إذا كنت أقدم على أي عمل للصالح العام مصلحة الوطن مصلحة الوطن ده شفناه حصل فيه تذاكر المترو حصل فيه الدعم اللي أنا بكلم حضرك عليه في كذا فقرر كتير جدا هو الراجل بيقول أنا شغال لمصلحة الدولة المصرية ومصلحة الوطن لا يعني ما عنديش اعتبارات مثلا إن أنا بقى عايز شعبية أو عايز بطولة زائفة بالعكس إحنا عايزين نصلح يبقى نصلح صح هو اللي بيتكلم ده وبالتالي وجود محطة بشتييل هتقلل جدا للزحام اللي سنين طويلة عنينا منه فرامسيس وطبعا يمكن بعض الأخوة اللي في الصعيد كان ليهم اعتراضات الفريق كان من الوزير استطاع إنه يشرح الموضوع بطريقة مبسطة وبالتالي زالت هذه الألأ واللي كان عند بعض الناس اللي هما في الصعيد وسأعلن عن بشتييل هتكون أكثر أهمية هتكون في مشروعات فيها كتير جدا هتخدم محطة القطار خلينا روح مع حضرتك أيضا لنشاط دكتور مصطفى مدبولي بالأمس وافقت دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على توفير التمويل اللازم لتنفيذ نفق سعد زغلول في مدينة بنها بالإضافة لبعض مشروعات الطرق على أن يتم التنصيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير التمويل المطلوب كأذلي خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة القليوبية وكذلك الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء بالمحافظة وذلك بتكنية الفيديو كونفرنس بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الدكتور مستهد بولي بالصفة خبير تطوير عمراني ومخطط عمراني بحكم سنين طويلة أضاها في العمل في الخارج وسنين طويلة أضاها في هيئة التخطيط العمراني في مصر لا يترك أي مكان إلا ويحدث فيه تغيير وبالتالي الراجل كان فترة وجوده في وزارة الإسكان عنده الخطط جاهزة للتطوير طبعا هو مع مرور الوقت بحق إنجازات كبيرة جدا بحق تطوير فيه مشروعات كبيرة جدا وبمعدل إنجاز عالي جدا والتوقيت ذات نفسه اللي بتستمر فيه المشروعات توقيت قليل جدا في التنفيذ اللي هو راجل مخطط ومنفذ ناجح جدا جدا ما يتعلق بيه نفأ بنها هو الطريق أصلا الطريق الزراعي ده كله من قاهرة إسكندرية اللي يعني اللي اللي يشوفه هيحس إن فيه تطوير كل شهر فيه تطوير مجموعة من الكباري تم تنفيذها مجموعة من التقطعات تم تنفيذها الدكتور مصطف المدبولي كل المشروعات اللي بيقوم بيها بيقوم بيها بطريقة سهلة ما تحسش إن فيه نوع من أنواع يعني الاشتباك بين مثلا وزارة أو بين هيئة أو بين مراكز معينة مراكز في المحافظات لا بالعكس ده ده وجود اللواء محمود شعراوي دليل إن فيه تنسيق بين الحكومة وفيما بينها يعني وزير التنمية المحلية موجود لتسيير وتسهيل أي عملية من أعمال الاشتباك بين الدولة المصرية وبعضها وبالتالي الخطة موجودة والتنفيذ بيتم على أعلى مستوى خلينا نروح مع حضرتك لبيان وزارة المالية بالأمس وتصريح محمد معيد وزير المالية بيقول نسعى للتحول للاقتصاد الرقمي تدريجيا لمواكبة المتغيرات العالمية قال محمد معيد وزير المالية إن مصر تسعى لفتح أفاق جديدة للاستثمار مع كوريا الجنوبية مع التركيز على القطاعات التنموية والتكنولوجية بما يضمن التوظيف الأمثل للسروة الرقمية على النحو الذي يسهم في التحول التدريجي للاقتصاد الرقمي بما يواكب المتغيرات العالمية وبحسب بيان من وزارة المالية أمس ذكر معيد في لقاءه مع السفير الجديد لكوريا الجنوبية بالقاهرة إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير منظومتي التعليم وصحة باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري يمكن الدكتور محمد معيد أنا في فترة وجوده كنائب وزير المالية تلية لقاء معاه وتكلم معاه عن مخاطر جمه سمها كده قال لي مخاطر جمه قلت له ماذا تعني المخاطر الجمه قال لي عندنا ملف اقتصادي محتاجين إن احنا نخوض فيه بشجع معدل النمو والعجز التجاري والاستراد وأرقام الاستراد طبعا زي ما احنا عارفين كان أكتر من التصدير فبالتالي اللي بيستورد محتاج دولار فبالتالي كان فيه مداربع الدولار وما كانش فيه تحكم في الدولار معدل النمو كان قليل فمحتاجين استثمارات أكتر محتاجين صناعة أكتر فمعدل النمو يعلى كان عجز التجاري عجز الميزان التجاري برضو فيعني لما قابلته بقى من شهر كده فقال لفاكر اللقاء اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن المخاطر الجسيمة اللي انا كنت بتكلم فيه عن الاقصاد والخلل اللي كان موجود في الاقصاد المصري عندنا ناس أي حد معاه خمسين ألف دولار يروح يستورد بيهم أي حاجة من الصين وييجي يباعها ويكسب ما فيش لابيت في عدري ولا قد في حاجة وطبعا عليه العواط في المصانع المصرية وعليه العواط في الشركات المصرية وبالتالي مصر بقت عبارة عن سوبر ماركت كبير أو مول لجميع المنتجات اللي من جنوب شراء أسيا أو الأوروبية أو الأمريكية فما فيش ده اللي بتقوم اقتصادها على الاستراد فكان الخطة قدامه كلها ربنا كرام وقدرنا ان احنا نوصل لمعد النمو خمسة وثلاثة من عشرة في المية قبل الكورونا ربنا كرام وقدرنا الخلل اللي موجود في الاستراد يقل والتصدير يزيد فبالتالي الدولار نتحكم فيه قدرنا ان احنا الدولة المصرية يعني قدرت ان الاحتياط النقدي يزيد 4.5 مليار دولار قبل الكورونا طبعا وبالتالي الاقتصاد تعافة المشروعات القومية اخدت الاقتصاد المصري للأمام لان طبعا فيه شركات كتيرة جدا شغالة فيها شركات حكومية وقطع خاص فبالتالي المعاناة اللي كانت بتعاني منها بعض الدول نتيجة الاوضاع السياسية واللي بتحصل في المنطقة العربية كلها مصر ما حستش به رجع من ليبيا عدد من المصريين رجع من العراق عدد من المصريين برضو الدولة المصرية ما حستش بوجود بطالة اكتر ليه لان ارقام البطالة بتقل رغم ان ناس رجعت من مصريين رجعوا من ليبيا وناس رجعت من العراق كل ده ليه لان المشروعات القومية كانت بتستحوز على فرص عمل شركات وطنية حكومية واختار خاص شغالة فبالتالي بتستوعب كل الاعداد دي كلها كل ده حصل فالاقتصاد المصري تعافى الاقتصاد المصري التعاون اللي المصري بتعمله ومثالة في وزارة المالية مع عدد من الدولة الصديقة ده تعاون من اجل احداث نقلة في الاستثمار طول ما فيه استثمار بييجي لمصر اكتر طول ما مصر بتستقبل استثمارات ورقوس اموال خارجية من اجل الاستثمار في مصر ده بيعمل عملية تنمية الاقتصاد بيدخل دولار لمصر بيدخل بيتم تشغيل فرص عمل في المشروعات دي فبالتالي فرص العمل بتتوفر وبالتالي حجم البطالة بيقل احنا كنا وصلنا الرقم ما حصلش في تاريخ مصر ابدا قبل كورونا كنا وصلنا لمعد النمو عالي جدا قبل كورونا وبالتالي التعاون اللي مصري بتقوم بي دلوقتي مع كوريا احنا بنتكلم عن دولة بتحاول تعود مرة اخرى الى مرحلة ما قبل كورونا بتحاول ان احنا نوفر رؤوس اموال بتحاول ان احنا نوفر استثمارات جديدة من اجل تنمية الدولة المصرية طيب خلينا روح مع حضرتك من وزارة المالية لوزارة الصحة ومعنا منشط بيقول وزيرة الصحة بتقول اطلاق 62 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية ضمن حياة كريمة اعلنت الدكتورة هلا زايد وزيرة الصحة والسكان عن اطلاق 62 قافلة طبية مجانية بدءا من امس وحتى منتصف شهر سبتمبر الجاري بجميع محافظات الجمهورية وتأتي تلقى القوافل ضمن مبادرة رئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية فكرة في غاية الجمال فكرة المبادرات دي وأثبتت نجاح مش حياة كريمة بس ده ما يغلاش عليك ده 100 مليون صحة ده فيروس سي ده التكافل وكرام مجموعة من المبادرات الرئاسية اللي بتعتبر فكرة وبيتم تنفيذها على الأرض الواقع يمكن الدكتورة هالة زايد كان لها نصيب الأكبر في المبادرات دي طبعا لأن كان معظم الناس يعني موضوع العلاج والصحة ده موضوع مهم جدا للناس كلها فبالتالي نجحت فيه بطريقة بنسبة كبيرة جدا كان لها نشاط كبير في موضوع فيروس سي كان لها نشاط كبير جدا في 100 مليون صحة وكانت نتيجته جميلة جدا 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 خاصة عند القرى والريف وأهلنا يعني موجودين في الريف ودورها طبعا في أزمة كورونا ومازال دورها فالمبادرة دي حياة كريمة استكمال للمبادرات اللي احنا بنونا علينا مبادرات نجحة ونتجتها بتبين قوي عند المواطن لأن المواطن المواطن الغلبان يعني اللي هو الريفي المعروف يعني اللي هو يعني أي حاجة تحصل له يقول السيسي فين رئيس السيسي فين فدي بتبقى يعني بتسبب أثر طيب عنده القوافل الطبية دي يعني بتخدم ناس كتير بتكون لها في حاجات كدي يعني مثلا العيون بتكون فيها كشف أنا شفت قوافل كتير في القصة دي فبتعمل عملية يعني مثلا بتحس أن الدولة المصرية موجودة الدولة المصرية شايفاهم الدولة المصرية بترعى الأهالي وبترعى الناس اللي طبعا اللي بيطور بالنسبة لهم العلاج غالي ويطور بالنسبة لهم الكشف ده بالنسبة لهم حاجة يعني صعبة فانت لما بتروح الدولة المصرية لما بتروح للمواطن فبيحس أن الدولة موجودة الحكومة موجودة بيتكلم ولكن لا يكون فدي المبادرات دي كانت فكرة رائعة جدا جدا ويمكن نشأت في مؤتمرات الشباب اللي وحشتنا بصراحة مؤتمرات الشباب إن شاء الله أنا عندي أزمة كورونا ونرجع تاني بإذن الله طيب خلينا روح مع حضرتك ليه منشات آخر معانا من جريدة اليوم السابع الولايات المتحدة بتؤكد دعمها لمصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة جوناثان كوهين دعم بلاده لمصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب وقال سفير في تدوينة عبر صفحة السفارة الأمريكية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تقف الولايات المتحدة إلى جانب مصر كشريك مهم في الحرب ضد الإرهاب وتقدم تعزيها لوفاة الجنود المصريين في سيناء مؤخرا احنا نعزي طبعا أسر الشهداء وندعو لهم بالرحمة ويعتقبلهم الله وان شاء الله شهداء بإذن الله يمكن الخبر ده مهم جدا 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 وانا بشكر حضرتك على اختيار الخبر ده وبشكر فريل إعداد ان اختاروا الخبر ده لأنه من وجهة نظري أهم خبر أهم خبر في الـ 24 ساعة اللي فات ليه بقى احنا نتكلم عن الولايات المتحدة الأمريكية بتشيد بدور مصر في مكافحة الإرهاب وبتؤكد على استمرار التعاون معها ليه ده السؤال كل الناس لازم يتسأل ليه شو معنى أمريكا ما عملتش كده مع أي دولة تانية لا هي بتعمل كده مع مصر ليه لأن مصر الدولة الوحيدة التي وضعت استراتيجية صحيحة لمكافحة الإرهاب واحد الدولة المصرية قامت بتشكيل لجنة التحفز على أموال جماعة الإخوان الإرهابي وبالتالي تكفيف منابع التمويل كل شركات أو معظم شركات الإخوان دلوقتي بقى تحت التحفز فما فيش فلوس هتدخل للإرهابيين وبالتالي مش هيقدر يمول العملات الإرهابية يعني كده أنت عملت عملية شلل للتنظيم الإرهابي خاصة أن جميع التنظيمات الإرهابية بقت أكل شيء كلنا بنقوله ولدت من رحم جماعة الإخوان كلهم إخوان وقولك أنا أنصار بيت المقدس وبعد كده يقولك أنا أجناد مصر وبعد كده يقولك أنا المقام الشعبية وبعد كده يقولك أنا كتاب حلوان وبعد كده يقولك إحنا داعش وبعد كده يقولك إحنا القاعدة لا كلهم إخوان وبالتالي الدولة المصرية التي عانت من ويلات الإرهاب خلال السبع سنوات السابقة بقت دولة عندها استراتيجية واضحة احنا بنتكلم عن تعاون في القضاء اللي احنا قلنا عليه لجنة التحفظ بنتكلم عن تعاون وزارة الخارجية المصرية استطاعت ان هي تدخل في تحالف كبير جدا مع السعودي والامراط والبحرين وشكلت مجموعة الدول الأربع الداعية لمجافحة الإرهاب وضعت مجموعة من الأفراد على قوائم الإرهاب ومجموعة من الكائنات على قوائم الإرهاب وبالتالي تحجيم الإرهاب حاجة تالتة ودي الأهم برضو الدولة المصرية جيش وشرطة قامت بعملية التصدي لجميع العمليات الإرهابية في الفترة السبع سنين نجحت نعم طب ايه الأسباب اللي نجحت او ما هي الدلائل اللي بتقول ان هي نجحت ان احنا في 2014 2015 كان معدل العملات الإرهابية عالي جدا 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 مش هزين نقول أرقام عشان ما نخدش الناس طيب وصلنا الكام دلوقتي وصلنا 2019 لثمان عملات إرهابية كنا أرقام كام كنا في المتة يعني 300 عمليات إرهابية في السنة دلوقتي وصلنا 8 في 2019 2020 بعض العمليات الصغيرة جدا يعني نعدها على يد الواحد فاحنا بنتكلم عن مجهود متواصلة عملية الشاملة اللي حصلت في سينة دا كانت عملية مهمة جدا الجيش مشكورا الحرس الحدود وقف وقفة صلبة جدا 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 ليه على الحدود الغربية الحدود الغربية كانت موددة وصلنا أكتر من طول السبع سنين عملية مسح جوي 24 ساعة ليه كان عندنا إرهاب موجود بييجي من المنطقة دي برضو الحرس الحدود برضو وقوات البحرية في المنطقة السحلية البحر الأحمر البحر المتوسط فكان في عملية إرهابية بتيجي وكان ناس جون في دميات في 2016 فاحنا بنتكلم عن مجهود ضخم ليش وشرطة وقضاء وخارجية كل دا بيتم حاجة مهمة جدا أن الدولة المصرية نجحت في قانون الإرهاب وضعنا قانون الإرهاب استطعنا أن احنا نعرف سنين طويلة مش مصر بس اللي ما كانتش قادرة تضع عنوان لما هو تعريف الإرهابي ما كانوش بيتكلموا عن إزان قوم الإرهاب لا ده حنا كانوا بيتكلم تعريف الإرهابي كان في خلاف مصريا وعربيا ودوليا أمريكا يقول لك ما هو الإرهاب الرئيس عفتاح السيسي وضع الدول العالم كله أمام مسئولياته لما قال الإرهابي ليس فقط هو من يقوم بالتفجير أو القتل لا الإرهابي هو من يمول من يسلح من يخطط ومن يعالج الإرهابيين فهو مشترك في العملاء الإرهابي دي الاستراتيجية المصرية اللي الدولة المصرية وضعتها لمكافحة الإرهاب وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تضع يدها في يد الدولة المصرية حتى تستفيد من هذه التجربة احنا بقى عندنا تجربة بقينا خبراء في مكافحة الإرهاب بقينا خبراء في المعلومات الأمنية اللي عندنا فيما تعلق بالتنظيمات الإرهابية بقينا خبراء في تتبع الإرهابيين وكل الشكر والتقدير لجهاز الأمن الوطني وعزارة الداخلية على الضربة الجمدة جدا 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 للتنظيم جماعة الإرهابية بعد عملية القبض على صقر جماعة الإخوان محمود عزة الرجل الذي يسيطر على جماعة الإخوان تنظيميا في الداخل لمدة تربعين عام من 81 يسيطر من 81 تحديدا يسيطر على التنظيم الداخل الإخوان جميع المكاتب الإدارية للإخوان في الداخل في المحافظات كلها تابعة لهذا الرجل بمعنى أنه زي هتلر يرفع إيده يتحرك التنظيم هو كده محمود عزة جميع القيادات في المحافظات كانت تابعة لمحمود عزة وبالتالي الدولة المصرية استيقظت الدولة المصرية نجحت بنسب امتياز في مكافحة الإرهاب ونقدر نقول أن مصر ربنا حماها بفضل الجيش والشرطة وأن الشعب يعيش فقمه نتيجة اللي احنا شايفينه والمجودات اللي تم تقديمها لمحاربة الإرهاب ومحاربة العنف والتطرف والأفكار طبعا صحيح كل التحية والتقدير لقوات مسلحة والشرطتنا والقضاءنا زي ما حضرتك تذكرت أنا بشكر حضرتك على تحييلك الصحف الأكتر من رائع بشكرك أستاذ بلال أدوي الكاتب الصحفي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك مع النوارتان شكرا لحضرتك وأتمنى نكون ضيف خفيفة على السنة المشاهدين أكيد نوارتان شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شاهدين فقرتنا الصحفية انتهت هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة وزي ما قلنا هنتكلم فيها عن المشروعات القومية انها تساهم في جذب العديد من الاستثمارات المستقبلية كل ده نتكلم فيه مع دكتور ياسر شحاتة اللي هينوارنا في الاستوديو دكتوراء الفلسفة في الموارد البشرية والخبير في التنمية المستدامة خليكم معي